اشتركوا في القناة تتبع مصاري الطاقة تخيل لو انت بتعمل مكالمة مهمة على الهاتف المحمول وفجأة شحن الهاتف بتاعك انتهى او خلص اين ذهبت الطاقة طبعا احنا بنحط الشاحن بالليل مثلا بنقوم الصبح بنقى ان الشاحن المحمول او البطارية اتملت تمام كده في نهاية اليوم بنلاقي ممكن المحمول يخلص شحن طب كانت البطارية مليانة طب اين ذهبت هذه الطاقة انا عندي حاجتين في حاجة اسمها الطاقة الداخلة اللي هي المدخلات اللي هي ايه المدخلات دي اسمها طاقة داخلة وفي عندي المخرجات المخرجات اللي هي الطاقة التي تخرج اللي هي الناتجة يبقى انا عندي حاجتين نوعين من الطاقة مدخلات ومخرجات طب ايه هي المدخلات اللي هي الطاقة الداخلة المستخدمة في الجهيز زي الكهرباء مثلا انا بجيب الهاتف المحمول اللي هو ده وبضعه على ايه على الشاحن ساعة ساعتين زي ما ما بنضعه تمام دي اسمها ايه دي اسمها طاقة داخلة يبقى الكهرباء انا بشح البطارية دي اسمها طاقة داخلة او المدخلات طيب عندي الطاقة الناتجة او الطاقة التي تخرج من الجهاز في النهاية دي اسمها ايه اسمها مخرجات يبقى عندي هنا اوات الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من ايه من عدم ولكنها تتحول من صورة الى صورة ايه اخرى ده اسمه قانون بقاء الطاقة واحنا درسناه في الدرس السالس هنا هندلس مع بعض امثلة توضحية وسهلة وبسيطة الامثلة التوضحية زي ايه زي الهاتف المحمول الهاتف المحمول احنا بندخل الطاقة الكهربية وتختزن الطاقة الكهربية في صور الطاقة كيميائية في البطارية طبعا ده المدخلات يبقى اذا الطاقة اللي موجودة في البطارية ده طاقة كيميائية بتاخد الطاقة الكهربية تختزن في البطارية عند تشغيل الجهاز او استخدامه الهاتف المحمول بيعمل ايه بيعمل اكتر من حاجة اولا طبعا الطاقة المختزنة طاقة كيميائية بتتحول الطاقة الكيميائية المختزنة في البطارية بتاع الجهاز المحمول إلى صور أخرى إلى صور إيه؟ أخرى من الطاقة اللي هي المخرجات زي إيه طيب؟ طبعاً وأنا بتكلم ممكن أفتح الليسبيكر صح؟ بيديني طاقة إيه؟ طاقة صوتية ممكن وأنا بشغله طبعاً الشاشة بتتوهج طبعاً بيديني طاقة إيه؟ طاقة صوتية يبقى أنا عندي طاقة ضوئية وطاقة إيه؟ صوتية وحركة أثناء الاهتزاز يبقى إذن دي التالت إيه؟ التالت حاجة هم وأخيراً حرارة يبقى أنا عندي في الجهاز المحمول بتاعي الطاقة المختزنة في البطارية طاقة كيميائية تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ضوئية وطاقة صوتية وطاقة حرارية وطاقة حركة اللي هو أثناء الاهتزاز طبعاً بيستخدم الهاتف المحمول طاقة المختزنة داخله ليو يضيق وبيرن وبيعالج المعلومات كمان طيب إحنا هندرس هنا هو مع بعضنا نركز مع بعض في الشكل اللي قدامنا ده ده اسمه إيه؟ ده اسمه مدخلات اللي هو إيه؟ اللي هو بداية الشحن دي البطارية أهو بتوبة صفر البطارية بتوبة إيه؟ صفر شوية بنلاقها عشرين في المائة، أربعين في المائة، ستين في المائة، تمانين في المائة، مية في المائة طيب، في نهاية الشحن، إيه اللي بيحصل؟ طبعاً المدخلات اللي هي طاقة كهربية، تمام كده؟ طبعاً متختزم في صور الطاقة كميائية داخل البطارية بتاع إيه؟ بتاع المحمول، اللي هي ديت اللي قدامنا دي طب المخرجات، المخرجات زي ما قلت لكم طاقة ضوئية وطاقة صوتية وطاقة حركة الاهتزاز وطاقة حرارية طبعاً الطاقة الحرية دي اللي هي الطاقة المهدرة يعني كل ما يشتغل على المحمول ممكن ألاقيه إيه؟ ألاقيه إيه سخنة دي اسمها طاقة إيه؟ طاقة حرارية يبقى إذن عندي مدخلات وعندي مخرجات المدخلات اللي هي الطاقة الكهربية اللي هي المختزنة فين؟ في البطارية طاقة كميائية طبعاً المخرجات، المخرجات بتاع المحمول، أو الهاتف المحمول طاقة ضوئية، طاقة صوتية، طاقة حرارية، وطاقة حركة ناخد مثال رقم اتنين، اللي هو مجفف إيه؟ مجفف الشعر الطاقة الدخلة عبر السلك طبعاً طاقة كهربية مجفف الشعر، ده بينتج لي طاقة المدخلات بتاعته، الطاقة بتاعته اللي هي طاقة كهربية، دي اللي هي المدخلات طيب عند تشغيل مجفف الشعر، تتحول الطاقة الكهربية إلى صورة أخرى من صور الطاقة بينتج لي حاجتين، طاقة صوتية، وطاقة حرارية، وده تعتبر إيه؟ اللي هي المخرجات، يبقى عندي هين مدخلات، اللي هي الطاقة الكهربية أما المخرجات، ثلاث حاجات، أو حاجتين، طاقة صوتية، طبعاً باسمع عن صوت مجفف الشعر، طبعاً بيطلع لي إيه؟ بيطلع لي إيه؟ حرارة، وطاقة حرارية، أهي، دي اسمها المخرجات، زي ما إحنا شايفين هون، ده مجفف الشعر هون، المدخلات طاقة كهربية، دي المخرجات، ماشي؟ ماشي؟ اللي هي طاقة حرارية، وطاقة صوتية، وطاقة إيه؟ حركة، طبعاً حركة المروحة، والهواء إيه؟ المتحرر، دي اسمها المخرجات طيب، عندي كمان، المجفف الشعر بيصدر لي إيه؟ صوت، اللي هي الطاقة الصوتية، النتيجة عنه، بيبدو كأنه فقدان للطاقة، لأنه لا يستخدم في تأديد وظيفة الجهاز، يعني الصوت اللي هو بيطلع من مجفف الشعر ده يعتبر من ضمن الطاقة إيه؟ الطاقة المهدرة، تمام؟ ولكن الطاقة لا تفقد إنما تتحول من صورة إلى صورة إيه؟ إلى صورة أخرى، وحتى وإن كانت صورة مهدرة، اللي هي غير مستخدمة طبعاً الطاقة الصوتية اللي طالع من مجفف الشعر دي، دي اعتبر الطاقة إيه؟ مهدرة، إحنا ما بدي نستخدمهاش طبعاً بيقوله ضع قائمة بالطرق المختلفة التي يستخدم بها الهاتف المحمول، الطاقة المختزنة داخل إيه؟ بطارياته، طبعاً بينتج طاقة صوتية لإصدار إيه؟ لإصدار الصوت، الهاتف المحمول، وإيه تاني؟ طبعاً بينتج لي زي ما قلنا طاقة صوتية لإصدار إيه لإصدار الأصوات، وبينتج لي طاقة حركة أثناء الاحتزاز، وبينتج لي طاقة ضوئية أثناء فتح الشاشة، شاشة المحمول، وبينتج لي كمان طاقة حرية وتعتبر هذه الطاقة طاقة إيه؟ طاقة مهدرة حل اختبر نفسك صفحة 32 تتبع مصار الطاقة موضحاً أيها أو أيها مدخلات طاقة وأيها وأيها مخرجات طاقة مكيف الهواء الكهربية عندهين طاقة كهربية وعندهين هو طاقة حركة اللي هي المطور ده مدخلات ولا مخرجات ده مدخلات ولا مخرجات طبعاً هنا هو المكيف الهواء الكهربية طاقة كهربية طبعاً ده مدخلات أما حركة المطور ده تعتبر إيه؟ المخرجات رقم بعض تتبع مصار الطاقة التالي ثم أتمن مدفقة الحطب الأخشاب الجافة طاقة كميائية الخشب طاقة حرارية طيب هو عايز يعرفه بجاعة هنا هو الطاقة المستهلكة في مدفقة الحطب هي طاقة إيه؟ الطاقة المستهلكة طاقة إيه؟ طبعاً طاقة كميائية اللي هي إيه؟ الحطب رقم جيم أكمل الجمل الآتية الطاقة لا تفنى ولكنها قد تتحول إلى صورة أخرى غير مستخدمة في الجهاز تسمى طاقة إيه؟ طبعاً طاقة مهدرة رقم اتنين الطاقة المختزنة داخل بطارية الهاتف المحمول تسمى طاقة كميائية ننتقل إلى نشاط رقم تسعة نشاط رقم تسعة بناء سلسلة سلسلة صور الطاقة يعني إيه بناء سلسلة صور الطاقة؟ إحنا هنستخدم إن شاء الله صور توضحية عشان نشرح سلسلة صور الطاقة من خلال التجربة التالية أولاً الهدف من التجربة اللي هو إيه؟ بناء سلسلة صور إيه؟ الطاقة بتوضح مصار انتقال الطاقة وكمان تحولات الطاقة الممكنة يعني إيه المصارات انتقال الطاقة من المدخلات إلى المخرجات؟ طيب تحولات الطاقة الممكنة وليس فقط التي تساعد الجهاز على إيه؟ تأديته وظائفه في عندي أدوات مستخدمة في التجربة هنستخدم مقص وهنستخدم مجلات شريط لصق ورق مقوة لوحة ملسقات أطلام تلوين خشبين خطوات التجربة أول حاجة في التجربة إيه؟ بيقولي قم بتجميع وقص صور من المجلات لتساعدك على بناء سلسلة صور الطاقة يجب أن تستخدم خمس صور على الأقل من الصور التي كنت بقصها في المجلة إحنا عايزين صور لإيه؟ لبناء سلسلة صور الطاقة بيقول إلسق الصور في الأماكن المناسبة على لوحة إيه؟ المساقات موضحاً سلسلة صور الطاقة يجب ألا تقل مراحل سلسلة صور الطاقة عن ستة إيه؟ عن ستة مراحل يجب أن تضع كل صورة على كل صورة علامة بتوضح صور الطاقة وبتحددها إن كانت منتقلة أو إيه؟ أو متحولة ركز معايا دي مهمة جداً مهمة إيه؟ جداً أولاً بيقولك إيه نموذج سلسلة صور الطاقة اللي هي ممارسة رياضة السباح إيه اللي بيحصل في البداية؟ طبعاً أول حاجة طاقة ضوئية بتنقلها الشمس للنبات النبات بينتص بعدها على طول طبعاً النبات بينتص إيه؟ دوق الشمس بتتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كميائية مختزنة داخل مين؟ داخل النبات طب الطاقة الضوئية من اللي بيتغز عليها؟ يعتبر الطاقة اللي موجودة الكيمياء اللي موجودة داخل النبات بيتغز عليها? الحيوان. طاقة كميائية بتخزن داخل الحيوان عندما يتغز على النبات طيب الطاقة الكميائية تنتقل إلى جسم الإنسان عندما يتغز على الحيوان. سامحنا شايفين إنه إن كان لحم مثلا أو ممكن ألبان كمان أو حاجات زي كده. تمام يبقى الطاقة الكميائية أصلا منين؟ أصلا من النبات طيب جاية منين أصلا؟ جاية من ضوء الشمس طاقة الكميائية بتخزن داخل جسم إيه؟ داخل جسم الإنسان طبعا من خلال الطاقة الكميائية ومن خلال الغذاء اللي موجود في الجسم بتتحول إلى طاقة حركة وطاقة صوتية أثناء ممارسة رياضة إيه؟ رياضة السباحة. يبقى دي اسمها سلسلة. اسمها إيه؟ سلسلة بتحولات إيه؟ بتحولات الطاقة النماذج اللي احنا شفناه دلوقتي دي بتساعدنا ماشي على معرفة إيه؟ مصار صور الطاقة داخل إيه؟ داخل وخارج الأجهزة الأجهزة ودي وفي نشاطاتنا اليومية. كمان تحولات إيه؟ تحولات الطاقة من القصور أو من العيوب في النماذج أو في هذه النماذج إنها قد لا تحتوي على بعض الطاقة المهدرة. يعني ممكن ما تكونش فيه طاقة مهدرة. زي مثلا إحنا لما شفنا الطاقة الضوئية انتهت عند الإنسان بطاقة حركة وطاقة صوتية أثناء ممارسة رياضة إيه؟ رياضة السباحة. زي طبعا الاحتكاك أو الصوت مثل صوت الماء أثناء السباحة. دي اسمها طاقة إيه؟ طاقة هذه النماذج. هنحل مع بعض اختبر نفسك. رقم واحد أكمل الجمل أتيه. الطاقة الضوئية من نواتج استهلاك المصباح الكهرابي للطاقة إيه؟ يعني الطاقة الضوئية دي ناتج من استهلاك المصباح الكهرابي للطاقة الكهربية. رقم بيه. الطاقة نقط هي الطاقة المختزنة في الطعام. الطعام مختزن في طاقة إيه هي الطاقة دي؟ طبعا الطاقة في طاقة كيميائية. رقم جيم الطاقة المستهلكة في البطرياب تسمى طبعا دي طاقة ايه؟ طاقة كيميائية. رقم دي ينتج عن تحريك الكرسي على الأرض. طاقة صوتية وهي تعتبر طاقة نقط. طاقة مهدرة بكده طبعاً ننتهي من شرح الدرس الرابع مادة العلومة الفصل الدراسي الثاني سنة رابعة حبيبي بدعوكم لعمل سابسكرايب أو اشتراك على الكنية مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته